فالإعلان الأخير الخاص بدولة رئيس الوزراء ووزير المالية يمكن كان أمر هام جدا ابتدنا من بدري شوية وفيه ناس مش بتبقى واخد بالها من الأمر ده بالرخصة الذهبية اللي أعلن عنها سيادة الرئيس وليتقدم لها أكتر من 130 مستثمر من كبار المستثمرين وده أمر هام جدا ولكن بقى المميز في الحزمة الأخيرة هي إنها يمكن أغلبها رايحة للمستثمرين أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وده أمر مهم جدا لأن ده بنسميه إحنا كاقتصاديين قاعدة الهرم الاقتصادي هذه المشروعات هي البداية اللي بتقوم عليها أو بتتكامل فيها المشروعات بعد كده عشان نوصل للمشروعات الكبيرة ده المشروعات اللي هي لا تتجاوز الـ 15 مليون الحجم أعمالها لا يتجاوز الـ 15 مليون أو أقل من 15 مليون وخلني أقول لحضرتك أن دي بتمثل قاعدة كبيرة جدا في دولة زي مصر فيها متوسط أعمار الأعمار يمكن أغلبنا في سن الشباب فبالتالي هم اللي هيبقوا مهتمين أو هم اللي هيبقوا موجودين في ضمن هذه المشروعات رواد الأعمال في النوصل تحديدا أستاذ الراني احنا بتتكلم بلغة الأرقام عندنا حوالي 3.5 منشأة اقتصادية متناهية الصغر حوالي 270 ألف منشأة صغيرة نصف هذه المنشآت الاقتصادية بتحسب كده خارج الاقتصاد الرسمي يعني ليش محسوبة ضمن الاقتصاد الرسمي إزاي أصحاب أو ملاك أو المستثمرين في هذه المشروعات اللي الدولة بتشجع طبعا ريادة الأعمال فيها يدخلوا داخل نظام ضريبي مبسط غير معقد واضح موحد كمان يعني يقدر نعرف أنت بتشتغل في إيه فضربتك إيه الحزمة الجديدة دي إزاي ممكن تنظم المسألة الضربية؟ طب خليه يختصر لحضرتك وأقولك كلمة هي الثقة وسهولة التعامل والتصالح إن دي يمكن أهم المميزات اللي بتجذب أي مستثمر خارج المنظومة عشان يدخل جوه المنظومة إيه؟ إن هو يبقى فيه ثقة إن هو مش هتحطغ عليه غرامات يبقى فيه حد للغرامات ويمكن الأمر ده من ضمن الحزمة إن زمان كنا بنشوف إن الغرامات بتصل لأضعاف قيمة الضريبة غرامات التأخير النهاردة الغرامات مش هتتعدى قيمة الضريبة وده أمر بيمثل حاجة مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين خلينا نتكلم كمان على فكرة التأدير الجزافي والأمور دي كانت دايما بيشيكي منها المستثمرين وكانت تم القلق كبير جدا إنه في أقام جزافية بعيدة تماما عن إرادات المشروع نحن نقعد تحت هوى شخص معين ولكن هنا الأمر هيخضع بقى لإدارة المخاطر وتم الإعلان عن تبسيط المعاملة لأن في الحياة من أكبر الأمور اللي بتخلي الناس تبعد إن هي تدخل جوه المنظومة الرسمية وعدم فهمها وعدم الوضوح أحيانا كانت الضغوط اللي بتمارس عليهم فبالتالي النهاردة لما يكون عندي نظام مبسط الغرامات واضحة في نوع من كمان التساهل في فكرة إن الناس تقدم الإقرارات الضربية المتأخرة من 2021 لجاة 2023 وإن هما هيعفوهم من الغرامات وده أمر مهم جدا كل ده يساعد المستثمر إن هو يستعيد الثقة مرة أخرى ويدخل جوه المنظومة ترجمة نانسي قنقر